خلينا نتكلم مع يعني عايزة اقف مع حضراتكم عند تلات لعيبة في لقاء النهاردة وتلات مشاهد عايزة ابتديهم بتصريح النهاردة بعد الستوديو التحليلي كان لامام عشور وامام عشور قال في هذا التصريح انه مفروض تصريح كان مفروض يبقى موجود معنا بس انا هقول لكم ايه اللي اتقال فيه يعني اللي اتقال فيه انه انا مش هرد على الشمتين وعلى الناس اللي بتشمت فيه لان النادي الاهلي دي سيستم فانا بتتبع هذا السيستم ومش هرد على الهجاصين اللي بيشككوا انا يعني يعني بيتكلم بشكل عام يعني على الناس اللي مش هقدروا عليه نقد اللي بتتطول وتتجاوز في حق اللعيبة تحت مسمى النقد وهو ملوش اي علاقة بالنقد الحقيقة دائما وابدا او مش دائما في مرات كثيرة جدا كانت الناس بتتكلم على عقلية امام عشور وانه بيرتكب بعض الاخطاء وانه بيقول كلام لايق والكلام ده كله الحقيقة في الموضع ده في الموقف ده في التصريحات دي انا بسقف الامام عشور بسقف له على تصريحاته دي لسببين السبب الاول انه يريد تفضل كده يا امام انه ما تردش على حد اللي يشمت اللي يتكلم اللي يعمل اي حاجة خلي ردك في الملعب وبس لان بلا شك انت واحد من اهم مواهب الكرة المصرية بلا جدال ولو قدرت تفضل بنفس هذه العقلية وتتبع السيستم اللي انت بتتكلم عليه اللي موجود في النادي الاهلي هيفرق جدا 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 معاك في مشوارك وتاريخك ومستوك وكل حاجة تموت لامام عشور في كرة القدم الحاجة التانية والمهمة جدا انه النقطة اللي اتكلم عليها امام عشور دي نقطة في غاية الاهمية وانتشرت الفترة اللي فاتت بشكل فج وشكل مزعج جدا 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 فيما يخص ما يسمى وهو ملوش اي علاقة بالنقد نقد اللعيبة هو فعلا زي ما امام عشور وصف وهو هجس لان فرق كبير بين اننا انتقد حد عشان اشوفه احسن عشان اشوفه افضل وده دورنا كاعلام وبين اننا شوه حد او اقلل منه او اتطول في حقه وتجاوز في حقه تحت مسمى النقد وهو ملوش اي علاقة بالنقد ففعلا يا امام انت واللعيبة ربنا يعني اقول ايه ربنا يحميكم من كم الهجس اللي ساعات بيتقال على فكرة مش معنى كده ان محدش ينتقد اللعيبة لما ده يبقى وحش انتقد امامه غير امامه اي حد يفش حد كبير على النقد بس الفكرة بتنتقده ازاي انتقده بدون تطول بدون تجاوز عشان تشوفه احسن اقوله مناطق الضعف عندك كذا 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 عملها عشان تبقى افضل لكن ابدا ما تاخدش في عرضه ولا في حقه ولا في شخصه ولا تشتمه ولا تتجاوز في حقه وبعدين لما امامه بيعرفش يلعب كور ام الميلي بيعرف يلعب ده اجمل تمانية في مصر بلا جدال اللعيب خط الوسط الوحيد اللي موجود في مصر دلوقتي اللي فيه ريحة خط الوسط الناري بتاع كابتن حسن شحات اللي هو حسني عبد الرب وحسام غالي واحمد حسن وشوقي هو الوحيد اللي عنده الريحة دي امام في 163 يوم حقق ميداليا برونزية مع الاهلي وحقق النهاردة اول لقب لي لو احتفظت يا امام بنفس العقلية اللي انت كلمت بيها في التصريح اللي هنشوفه حالا هتروح لحتة مختلفة تماما بشكر اللعيب الرجال دي وبشكر الدمهور العظيم ده والجهاز الفني طبعا والحمد لله يعني انا اتعودت من ساعة ما جيت النادي الاهلي راح بطولة هيجه قدامها عشرة انا اتعودت من اول ما دى خلت النادي الاهلي بسبب اللعيبة طبعا والحمد لله بابركلهم النهاردة على الفوز اقلمت ودخلت الاجواء مع النادي الاهلي ورسالتك لجميل النادي الاهلي النهاردة لا الجمهور طبعا سنت لينا ودعم لينا الحمد لله بابركلهم كلهم وانشاء الله لسه في منطولات جاية بازن الله متوفيق دائما يا كابتن الامير هو التصريح ده ما فوش الكلام اللي أنا كنت بقوله كان في نفس هذا اللقاء ولكن في سياق آخر ولكن الحقيقة أن إمام في اللقاء النهاردة واللقاءات اللي فاتت هو فعلا أسد